المشروع من انت المعرفة حقيقة يمكن يعني واحدة من اهم معالمه انه بيعكس معظم جوانب استراتيجية وزارة الاتصالات التكنولوجيا المعلومات لانه فيه تدريب وبناء قدرات فيه اهتمام بمراكز التعهيد والصناعات المتعلقة بالاتصالات التكنولوجيا المعلومات وفيه ايضا اهتمام بالبحث والتطوير والتدريب بدأنا المرحلة الاولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الادرية الجديدة باربع مشروعات متوازية المشروع الاول هو جامعة مصر المعلوماتية جامعة مصر المعلوماتية هي اول جامعة متخصصة في افريقيا في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجامعة فتحت ابوابها قبل عامين بها اربع كليات كلية هندسة الحاسبات كلية علوم الحاسبات كلية تكنولوجيا الادارة وكلية الفنون الرقمية استراتيجية الجامعة تقوم على الشراكة مع مجموعة من الجامعات الدولية رفيعة الشأن تقدم لطلابها شهادة مزدوجة من جامعة مصر المعلوماتية ومن احدى الجامعات التي تتشارك معها مثال لذلك جامعة بردو في الولايات المتحدة تنتشارك معها في كلية هندسة الحاسبات جامعة بردو واحدة من احسن خمس جامعات في الولايات المتحدة الامريكية في مجال هندسة الحاسبات لدينا جامعة منسوتا لعلوم الحاسبات ولدينا جامعات اخرى للفنون الرقمية ولتكنولوجيا الادارة الطلبة تدرس كما قلت اول ثلاث سنوات في جامعة مصر المعلوماتية السنة الرابعة له الخيار بين ان يسافر الى الجامعة التي نتشارك معها ويحصل على شهادة مزدوجة او يبقى في مصر ويحصل على شهادة من جامعة مصر للمعلوماتية المشروع التاني داخل مدينة المعرفة والحقيقة مشروع يعني له في قلب منزلة خاصة وهو مركز البحث والتطوير للتكنولوجيات المساعدة التكنولوجيات المساعدة هي تكنولوجيات التي تستخدم لا اهلنا من ذوي القدرات الخاصة لكي تساعدهم على مواجهة التحديات التي فرضت عليهم لدينا اكاديمية للبحث والتطوير واستضافة الشركات العاملة في مجال التكنولوجيات المساعدة قامنا في مدينة المعرفة مبنى به اكثر من عشر معامل على احدث مستوى تقني هذه المعامل الغرض هو اتاحتها للشركات العاملة في بناء منظومات التكنولوجيات المساعدة لكي نمكنها من تطوير حلولها وتطوير برمجياتها باستخدام هذه المعامل بلغة التطور المشروع التالت الحقيقة هو المبنى الرئيسي في مدينة المعرفة مبنى محطب ويضم اكثر من 30 شركة متخصصة في مجال التصميم الالكتروني التصميم الالكتروني واحد من اهم التخصصات المتعمقة التي تسعى مصر لكي توسع من قدرتها فيها ومن عدد المشتغلين بها سواء كمتخصصين او كشركات عالمية ومحلية متخصصة في مجال التصميم الالكتروني كان مهم ان احنا ننشئ مركز لاستضافة مجموعة من هذه الشركات الهدف من استضافتها في نفس المكان انها تتعاون مع بعضها تتساند ابحاثها مع بعضها ايضا على نفس نمط ما تم في اكاديمية التكنولوجيا المساعدة نتيح مجموعة من المعامل مليرة التقدم للشركات العاملة في مجال التصميم الالكتروني لكي تدعم ابحاثها لكي تطور من تصميماتها من خلال اتاحة هذه المراكز التي يصعب على كل شركة على حدة ان تقتنيها او توفرها لنفسها المشروع الرابع ولا اقول الاخير هو الفرعين للمعهدين التابعين الوزارة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معهد قومي للاتصالات NTI ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI كان لابد ان احنا نتيح فرعين جديدين لهذين المعهدين داخل مدينة المعرفة لكي يستوعباه عدد اضافي من المتدربين في مختلف فروع هذين المعهدين ان شاء الله المرحلة التانية تضم ست مباني لكليات جماعة مصر للمعلوماتية ايضا سنبدأ في اتاحة اراضي للشركات العالمية والمحلية لكي تقيم مراكز لها في العاصمة داخل مدينة المعرفة